بمجرد ما ظهرت ياسمين عبدالعزيز لأول مرة بعد انفصالها عن أحمد العوضي قدرت تلفت الأنظار وظهرت بشكل مختلف مش بس كده دي كمان انهارت بعد دخول أحمد العوضي المستشفى تعالوا قولكوا كواليس رد فعل ياسمين عبدالعزيز بعد أزمة العوضي وليه خطفت الأنظار بعد انفصالها عنه تابعونا للنهاية نشرت ياسمين عبدالعزيز أول صورة ليها على حسابها على انستجرام من وقت انفصلها عن أحمد العوضي وظهرت ياسمين بإطلالة أنيقة خلال خضوعها لجلسة تصوير خاصة لصالح إحدى مركات المجوهرات الشهيرة الصورة لفتت أنظار المتابعين وكان فيه تعليقات كتيرة جدا عليها منها هترجعي لأحمد إمتى حبيبة الملايين أنت في حتة تانية والله طب إيه يا وحش الكون ريحي قلبنا وقولي القبر كاذب وانتو مش منفصلين وده مقلبه كده وبعدها بيوم كان موجود أحمد العوضي في لوكيشن تصوير مسلسله رمضاني حق عرب وفجأة تعرض لأزمة صحية مفجأة وغاب عن الوعي ونقلوا طاقم العمل لأحد المستشفيات القريبة من مكان التصوير وكتم محمود حبدان مؤلف المسلسل على الفيسبوك دعوتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته وبعدها بساعة حزف المنشور وده عمل حالة قلق كبيرة بين الجماهير وقالت مصادر قريبة من ياسمين عبدالعزيز إن أول لما ياسمين عبدالعزيز عرفت الخبر انهارت في البكاء وما قدرتش تتمالك نفسها وستابت كل لوراها وزارته في المستشفى والمتابعين علقوا على اللي حصل منها وكتب بعضهم بنت الأصول ربنا يشفي قادي الحب وعذابه تعبوا بسبب حبه لياسمين مش قادر يبعد عنها وبعدها أكد المتابعين إن زيارة ياسمين للعوضي ده مؤشر كبير لرجوعهم لبعض من جديد بعد انفصالهم المفاجئ في شهر مايو سنة 2020 اتجوز أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد قصة حب كبيرة بينهم وكان الزواج بينهم في السر في البداية لحد لما أخوها الفنان واقل عبدالعزيز عرف بمقابلاتهم اليومية وقلب الدنيا لدرجة إنه وصل الموضوع للسوشيال ميديا وحصل ضجة كبيرة جدا وبعدها أعلنت ياسمين والعوضي خبر جوازهم اللي كان أكبر مفاجئة في الوسط الفني من سنين طويلة رغم فرق السن الكبير بين ياسمين والعوضي إلا إنهم اتحدوا كل الأهل والأصدقاء والجماهير واتهجمت ياسمين للمرة الأولى من الجمهور بسبب جوازها من العوضي اللي كان لست في بدايته الفنية وما كان لست أخذ أي أدوار بطولة مطلقة بعد كده بدأت بينهم الأزمات وكترة الإشعات عن انفصلهم وخصوصا بعد التصريحات اللي حصلت من زوجة طلقها محمد حلاوة الفنانة ريهان حجاج وتدخل أخت محمد حلاوة على الخط ونيجي بقى التاني الأزمات وهي لما تعرضت ياسمين لأزمة صحية مفاجئة بعد اكتشافها وجود سقب في القولون والحقيقة إن ياسمين ما حستتش بوجود العوضي جنبها بالشكل اللي يحسسها بالأمان وعشان كده قررت تسافر سويسرا لوحدها هي وبنتها وأخوها الكبير وطلبت منه الانفصال بس العوضي اعتذر لها ورغم تصميم ياسمين على الطلاق وإلغاء متابعته إلا إن توسط أخوها حل الأزمة بينهم ويرجعوا القاهرة سوا لحد ما تعافت من أزمتها بنتمنى الشفاء العاجل للفنان أحمد العوضي وأكيد بنتمنى يرجع لزوجته سابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز